هذه رح تكون الإمتقائي تابع الـ Unsorted List باستعمال the Linked List او Nodes او شو بده كنت ستتحكيه اول اي شي ااااااااااو ميحك تركوا e-Nover Relation Type الـ I-Tem Type كمان نحفظه زي اسمنا شو الفرق بيناتهم اي اه شو ميحك تكون ميحك تركوا relationship type بتحته بعلاق Имون نرخيها باستعمال function SMA compare2 كنا عارفينها حاليا و الائتم تايب هو عبارة عن بدان ما انا احط قيمة في اندكس او نود بدي احط ابجكت يحتوي على قيمة فهذه الفكرة تمام فان الائتم تايب هسا ببلش الكتاب هسا الفرق اكبر فرق بين الري بيست املمنتيشن واللينكتلس بيست املمنتيشن وفيه عنا ستركت راح نسوي اسمه نود تايب اه يعتمد او فكرته الرئيسية انه راح يعني احنا عارفين انه الايتم تايب بتحمل لي جانب الايتم او جانب المعلومات انه انا في عندي معنومات بدي اطبحها بدي اخزن معنومة جديدة اعملها update مثلا او initialize بدي اقارنها في نوع ثاني من نفس المعلومات فالفكرة بالايتم تايب انه هو بمسك لي جانب المعلومات من القائمة ال unsorted type اللي class اسمه unsorted type هو class بتحملي جانب القائمة نفسها كيف اني امسحها كيف اني اخزنها كيف اني اشيك اخزن امسح شغلة جديدة فيها امسح شغلة منها اه اشيك اذا هي مليانة فاضية اه الاقي نود او ايتم اذا كان موجود عندي اردي باللست ولا لا اتبع كل الايتم موجودة عندي باللست فال unsorted type بتحمل لي جانب اللي طيب اذا في عندي جانب اه صحي زيت افتح هذا اه اذا في عندي جانب تحمل موضوع الليست وجانب تحمل موضوع المعلومات داخل الليست اذا بدي اذا انا مفروض هي خلصت اذا كنا بنحكي عن الري ولكن في ال linked list بما انه انا عندي عبارة عن ثاني خلينا افتح ال white board بس سريع حسنا اقترب معي بس جانبين حسنا حسنا يجب ان تعمل الويت بورت اضعها حسنا هذه من مرة الماضية المهم احسنا دعنا نذهب حسنا ففي عندي جانب تحمل موضوع الريست وهي قائمة يعني موضوع الري اذا كانت الري بيست دعنا نحن احسنا هذا كله جانب تحمل موضوع الريست وجانب تحمل موضوع الريست او المعلومات سوف اتحضنهم داخل الريست اذا في الري بيست الوضع عندي تمام ولكن هذا ايش في الري بيست ولكن باللينكت لست بيست سوف اكون في عندي اه وحدات بناء اسمها نود شو النود هذه هي عبارة عن مكان في الذاكرة يحتوي على المعلومة تبعتي الأوبجيك تبعي ولكن يحتوي ايضا على رابط اسمه نيكست او لينك اه خلينا نسميه نيكست عشان نكون متوحدين بتركة التسمية مع الدكتور حياة اه بما انه انا في عندي مكان موجود في الذاكرة وطريقة اللينكت لست هي بتاخذ اماكن عشوائية في الذاكرة مش زي ورا بعض زي هانا اماكن عشوائية في الذاكرة فلازن مثلا العنوان تبع هذه النود الفين وحدة البناء البعديها ثلاث تلاف اذا لازم اخزن في بوينتر اسمه لينك او نيكست يحتوي على عنوان النود اللي بتيجي بعديها بالقائمة فبما انه في عندي بوينتر بقشر لي على حط هيك علامة البوينتر قاعد بقشر لي على اه قيمة او المكان الموجود عندي في الذاكرة الاسم وثلاث تلاف رح يجيني السهم زي هيك بقشر لي على الثلاث تلاف يام صح هذا فايش ففي عندي نود تحتوي على ايش هي النود هي وحدة بناء اللينكت لست وحدة بناء اللينكت لست امكن في الذاكرة زي هذه الاري ولكن في الاري الاماكن في الذاكرة هذي بتنحجز وبيكونوا ورا بعض اما في اللينكت لست يمكن يكون مثلا هيك عندي الماموري يمكن يكون هنا يمكن يكون هنا يمكن يكون هنا هيك بصير فيه زي اسهم بيناتهم فالاماكن في الذاكرة عندي بتكون عشوائية فعشان اتأكد انه نود تحتوي على قيمة البعديها لازم يكون في عندي بوينتر داخل هذه النود يحتوي على العنوان البعديها فهذه كمان تحتوي او لا تحتوي على اوبجيكت ولكن دائما وابدا راح يكون في عندي لينك او نيكست راح تحتوي يا على نل اذا كانت اخر نود يا اذا كان في نود بعديها راح تأشر على قيمتها شو ما كان الرقم تمام اوكي وراح تصير تأشر عليه طبعا اوكي فالفكرة هنا انه في عندنا اماكن في الذاكرة عشوائية فاذا لاحظتوا صار في عندي طريقة جديدة اني اميز مكان عندي في الذاكرة وخليه اشرع مكان ثاني فكل بساطة اللي ستركت نود هذي راح تحتوي على شغلتين اول شغلة المعلومة راح احطها في النود وبما انه انا حكيت انه الائتم تايب ما اخذ جانب المعلومة فبدي احكي ايتم تايب ايتم تايب اه سوف أسميه سوف أكون طبعاً من نوت تايب نفسه سوف أسميه لأن أنا بدي أأشير لي على نوت تايب ثاني فسوف أسميه نكست فقط عشان نكون واضحين في المسميات تابعة الدكتورة حياة ولكن لينك هي نفسها نكست في نكست نكست صبر حقاً حقاً لماذا لا يعمل تحديد طبعاً لا تحديد حرب حرب تفتح كبيرتك حسناً ليس مشكلة طيب استنى اوكي هس عشتغل بتخوت قاعد الجهاز تمام خلينا نكمل فإيش الفكرة كان في عندي كلاس بوخ بجانب المعلومات وعندي كلاس بوخ جانب اللي ست نفسه اللي هي هذي عندي معنومة وعندي لست كبيرة طيب إما أنه في عندي شغلة ثلاثة هي النود نفسه وحدة بناء القائمة هذي أو الليست اسمها نود تايب فراح تحتوي على شغلتين مكان تحط فيه معلومات ومكان تأشر فيه للمكان اللي الجديد رعا نحط فيه قيمة ثانية هذه هي فكرة اللينكت لس هذي هو الفرق بين الريبيست واللينكت لست بيست حسنا 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 يجب أن أغطي لا مهم حسنا حسنا لا حسنا لا ترانسفورمرز أوبزيرفرز وإتريترز ترانسفورمرز اللي هي الميك أمتي وإنسرت آتم دليت آتم شو عني ترانسفورمرز أنا أغير لي في طبيعة أو حالة القائمة اللي عندي أو الليست اللي عندي عندي أوبزيرفرز فقط بشيكو إسفل بشي كده هو فل إز أمتي بشي كده هو فاضي القائمة يعني والريتريف آيتم بشيك إذا معنومة معينة موجودة عندي في اللائحة والإتريترز واحدة تستعمل الريست لست وواحدة الريست لستي بتعملي تعطي قيمة لمتغير اسمه كارت وزيشن نحن نمر عليه بعدين أردي احنا أخذناها في الارد بيس ففي الامبلميتيج رأيكون تقريبا نفسه والget next item وابعثلها item بالرفرنس عنوان item ثاني عشان يأخذ كل القيم الموجودة عندي باللس test تمام اوكي فشو الفكرة عندي هنا بدي أمر عليهم واحدة واحدة بستعمال هذا الدياغرام اول شي بدي أحكيلو في عندي الكونستركتور unsorted type unsorted type شو بسوي بعدين بكتوب في عندي الـ void make empty ليش سمي ليش هخليتها void لأنه بكل بساطة هي بتغير لي في حالة الـ في حالة الاري وفي حالة الـ list ومش شرط ترجع لي اشي في عندي void insert item سيستلم item من نوع item type بكل بساطة الـ الـ اللي احنا رح نبعث اللي اياها والمعلوم اللي احنا رح نبعث اللي اياها بتعتمد على يعني اللي هي رح ندخلها في القائمة يعني بالعربي void delete item ننشيل item واحيا delete item كمام تستلم item اللي انا بدي اعماله delete هيك خلصنا من transformers في عندي boolean is full ليش boolean لانو رح رجع لي ya true ya false يعني يا هي فاضية هي مليانة في عندي boolean is empty منافس القصة رح رجع لي true اذا فاضية false اذا مش فاضية اكزاك شكرا كتابة وفي عندي boolean retrieve item زي ما لاحظتم كل observe كل observe عبارة عن boolean ليش لانو هم كل بساطة قاعدين بشي يكون شغلي يا ايا لا موجود عنا item ولا لا موجود عنا موجود عنا اي نود موجود عنا مكان ولا لا هيا خلصنا من observe اخر شي عن iterators هم يلف في list void reset list لشي void لانه كل ما فيها رح تعطينا قيمة لال current position رح 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 current position هو attribute رح نشوف كمان شوي صاحب observer نسيت فيه كمان integer get get length كل ما فيه انه برجع لقيمة length ليش انتجر هو observer لانه برجع لقيمة ما بغير في قيمة واخر اشي فيه عندنا void get next item اللي هي بكل ببساطة بترجع تستلم item type باستعمال reference واذا حذرت المحاضرة الماضية او الحصة الماضية احنا منامع زي هيك عشان رح نستعمل object واحد من item type يخزن قيمة ورا قيمة من الاشياء الموجودة لدينا في list او المعلومات الموجودة لدينا في القائمة تمام اوكي فانا كتبنا كل هاي السواليف مفروض نسوي هسا مفروض اه صح في private كما انا سيت انها كلهم public في private شوف في انا في ثلاثة اشياء اول اشياء انا اللي هو انتجر length كل ما فيه انه بحددلي العناصر اللي موجودة عندي بال array او مش بال array بال linked list عدد النود الموجود عندي بال linked list او مرة ثاني اشياء النود هي وحدة البناء اللي بخزن فيها المعلومة تبعتي واللي بعطيها لها البعدي اش في كمان ام كنن في حساب جديد اسم الجواد هسا دخل حساب جديد حساب جديد حساب جديد حساب جديد من item type array اسمه info ونحط اله max items مش عارف ايش هيك كنن ساوي هسا علا هسا بما انه في عندي struct بتعامل مع موضوع النود وما وما فيها بدي احكيلو node type pointer من node type اسمه list data شو هو list data طبعا الاماكن المحجوزة عندي بالذاكرة هذي ما الها اسماء فعشان يمسك لي كل هاي السالفة تبعت list وما بعدها لازم يكون في عندي شغل اسمها الهيد نود ما هي الهيد نود انت في هذه الحالة اسمها list data هسا شو هو list data list data بكل طبيعي وراح يكون الهيد نود اللي بق فقط راح يأشر على عنوان اول نود اللي هو عندي في هذه الحالة الفين فراح يمسك لي الاري كلها القصدي ميش اطلع احكي راح يمسك لي اللس linked list كلها وما بعديها من information ونود فهذا اسمه الهيد نود فما نخليه كاتريبيوت موجود عندي بالنصورت type بعمل composition علشان نقدر نبني باستعماله نبني الليست أو نحذف من الليست أو نسوي اي واحد من الoperations هذول زي ما بدنا اخر اشي هو عندي نود تايب current position ولكن راح نحكي عنه بعدين انه فقط راح يجمعنا في ال iterators اوكي 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 تمام هسا بيجي وقت الimplementation نكتب هضوله functions واحد واحدة هذا هو موضوع الاجتماع هذا أصلاً انه احنا بنا نكتبهم واحد واحدة تمام هسا في عندي اول اشي عندنا هو الconstructor راح اكتب الconstructor unsorted type وهكذا انا بدي احفل هذي الكلمة انا بدي اكتبها كثير unsorted type وابدي اكتب الconstructor ماذا الconstructor يسوي بكل بساطة ال current position انا راح اعطيه قيمة باستعمال الreset list وبدأ خليه هسا اه لوقت لاحق بتحكيله length يساوي صفر لانه احنا بكل بساطة راح نبدأ من صفر وبما انه انا راح ابدأ من صفر لعاد الhead node اللي هي راح ترش راح تقشر لي على باق النود مش موجود اي نود عشان اي نود عشان تقشر عليها ما عندي first node فبكل بساطة بعطيها initial value of null انهي حاليا مش قاعدة بتقشر لي على ولا اشي هيك خلاص الconstructor تقشر ببساطة أخبره أخبره الـ return إذا length يساوي صفر هذا يمكن أن تضبط آه يساوي يساوي صفر يجب أن أضع بين أكواس أيضا أعتقد حسنا حسنا أنا كاتب صح هل يجب أن يكون حسنا أنا حسنا ببرنامج قاد بخرف length is ident length length it's written correctly طيب شو السير length is an undeclared identifier حسنا أنا السيت أنا سالفت كلها حسنا 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 أو ما أستطيع أن أخبره list data رجع لي إذا list data يساوي 0 الثنتين صح إنه إذا length يساوي صفر لعادة list وإذا list data لا يستطيع أن يشارع الأشياء أيضا list فضول الثنتين صح هناك لديك boolean unstorted type is full و اللي راح أسويه هو إنه يعمل أوكي أول إشي بنا نسوي try شو اللي تراير راح تسوي لي آه أنا سويت زي بايتون شو اللي تراير راح تسوي لي بكل بساطة إنه في عندي اللينكت لست ما إلها حد زي الاري الاري في عندي هنا زم أنتم شايفين عندي ثلاث خانات صلى الله وبارك خلاص يعني ما بقدر أزيد عن ثلاث خانات ما بقدر أقلل عن ثلاث خانات إذا كان static array إذا كان dynamic array على حسب الانتل إملمنتيشن كاتبها ولكن في اللي إحنا كاتبينه هنا باللينكت لست آه اللينكت لست يعتبر data structure أو تركيب بيانات unbounded شو يعني unbounded يعني ما إلو زي constraint زي حاجز يحدو من إنه إحنا نسوي كمان nodes الحاجز الوحيد إنه إحنا نسوي كمان نود كمان نود كمان نود كمان نود ظلهم أشربوا على بعض الممري نفسها تبعة الجهاز تمام فكيف بدي أنا أختبر الممري تبعة الجهاز بكل بساطة بدي أسوي من node type بدي أسوي pointer اسمه temp تحكيله temp يساوي new node type طيب هذي الجمنة وشو بتصف أنه أنا سويت pointer جديد عندي بال بالذاكرة يمكن ما بأخذ مساحة كثيرة ولكن المكان الرح يأخذوا من من اللي struct اللي اسمه node type مكان يعني شوية أكبر عشان بيحتوى معلومات أكثر هذا بس بحتوى على عنوان فإذا قدرنا إنه إحنا نحجز مكان في الذاكرة رح تيمشي خلاص اعمل لي delete التمب رح يحرر لي المكان اللي أخذه في الذاكرة يعني إنه إحنا لسا في عنا مكان منقدر نحجزه في الذاكرة عشان نحط node جديدة ولكن إذا ما قدرنا نسوي هذا الجم نحجز مكان جديد في الذاكرة هذه الجملة في سطر 75 رح تعمل لي throw شو اللي throw رح تعمل لي يا هسا ما نشوف رح تعمل لي throw من class في الايو ستريم اسمه bad alloc أو bad allocation شو يعني allocation إنه أنا ما قدرت إني أحجز allocation يعني حجز ما قدرت إني أحجز مكان في الذاكرة bad allocation حجز سيء يعني أنا ما قدرت أحجز مكان في الذاكرة رح أسوي من ال bad allocation object اسمه exception وبكل بساطة رح أحكي له cout memory memory is full خلص كل بساطة بحكي له memory is full إيش أنا ليش أنا يعني أوكي بقدر أشيلي الأبجكت هذا صحيح بقدر أشيلي الأبجكت هذا اسمها what كل بساطة بتعطيني رقم معين بحكي لك شو اللي صار بس هذي الفنكشن موجودة في اللي class بدأ لك تحكي لي شو الغلط اللي صار فقط لا أكثر ولا أقل لا تخاف بأن هذي بس أشياء نردية المهم فإذا قدرنا نعمل نود جديدة بحكي له return true أو return false يعني هي ليست أمتي إذا ما قدرنا نحط مكان جديد بحكي له return true لماذا؟ لأن هذي الفنكشن بوليان في مرة ثانية بنسوي بوينتر جديد بنعمل من نود جديدة إذا قدرنا نعمل رح نعمل delete بعدين نقول له إنه لسه في عنا مكان إذا ما قدرنا هذي ال statement هذا الكوماند رح يعمل لي throw لإكسبشن من نوع bad alloc شو هو ال bad alloc هو class موجود عندي بال iostream رح يستلم رح يستلم هذا اللي throw رح يحكي لي إنه المموري عندي مليانة ال exception dot what هذي ال exception object من ال bad allocation ال exception حكي لي dot what هذي function موجود عندي باللي class bad allocation بفقد تحكي لي إيش هو إيش اللي صار غلط بس لو وجودها من عدمها نفس الإشي بس حبيت إن أحكي لكوانا آنويس هذه هي الإسفل هذه الإسامتي ظل عنا إنتجر get length بكل بساطة بعمل ال return لل length إذا حضرت أستعمل بطريقة أخرى إيش ضل عندي كمان ال retrieve item تمام هسا ال retrieve item اللي أنا بشوف كثير ناس لسه معلقين عليها ولكن هي فكرتها سهلة كثير الفكرة يعني ما بحكي إنه يمكن يكون قليلا بحكي ولكن الفكرة تابعته أنه أنا بدي أشيك هل في عندي باللست object في أحد النود يحتوي على قيمة من نفس النوع اللي أنا بعثته للفنكشن وذكرت أن أنا لازم أبعث نوع item type للفنكشن فأنا رح أبعث أقول له إيش أو الإشي boolean عنصرت type retrieve item عنحي سلم item type اسمه item رح أبعث item لل retrieve item هذي رح أبعث item ورح أسأل هل ال item اللي أنا بعثته ال value الموجود داخله ال value الموجودة داخله هل هي موجودة عندي في أحد النود تابعونا الليست ولا لا بس هذه الفكرة أوكي يعني ليش هي boolean رح يكون في عندي الشكلتين يعني إحنا لقينها يعني إحنا ما لقينها تمام بدي أحكي له boolean found or not found اسمي found قيمته الإبتدائية رح تكون false ليش أنا بدي أعتبر أنه هو مش موجود عندي إلا إذا لقيته خصوصا ال item لقيته عندي بال نود رح أرجحها true ولكن غير هيك رح أرجحها false تمام آم ثاني خلينا أشيك 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 تمام ثاني إشي علشان أشيك إنه الموجود عندي إنه في عندي item بعثته ثاني خلينا أمسح هذي آم 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 الآن أتأكد خلينا أمسح ه Rose آم 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 عشان أتأكد إنه إلعام أقلينا أمسح بالأشياء كلهم عشان أنا بدي إلى لليس صراحة لكي تأكد أن المكان الموجود في موجود عندي موجود عندي اكتب ان المكان الموجود عندي في أي موجود عندي سيكون هناك موجود عندي في 3 موارد و الشكل السهل فهذا ستكون هناك فترة لنفعل سأفعل المبادئ الأخير الذي أعطيه هذا مجرد غلاب ولكن رح نضطر نستعمله أوكي خليني أكتب list بره ثاني في عندك list data يا الله طيب في عندك list data تحتوي على عنوان أول نود تحتوي على عنوان أول نود قلنا هي رقمها 2000 تحتوي على عنوان أول نود والأول نود تحتوي على info سيكون object من class item type ويحتوي على next بكل بساطة next هو اللي بأشير لي على يا الله بحبش كيف تحرك طيب أوكي ثاني عضوني ثاني شوي تجيد مكالمة ترجمة نانسي قنقر سلامسي قنقر شكرا 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 أفضل شكرا هكذا آخر و تحتوي على نكست و كيما تبعته خلينا نبني من هسه اوكي احنا نعمل انسرت بعدين هاذي ايش كيمتر هتكون ثلاثة رح صير تأشير على هذي النود فبكل بساطة في عندي نود الهيد الاسداتة موجود عندي بالكلاس الاسمه انسورت تايب في عندي النود عنوانها 2000 الاسداتة قعب اشير عليها و الالفين قعب تشير على النود البعدية تمام فعلشان اقدر اني اقارن و ابحث من نود لنود بدي بوينتر ثاني اسمه لوكيشن شو اللوكيشن هاذا بيسوي بكل بساطة من اسمه لوك موقع يعني انا بدي اكون محدد موقع او قعب لفلف على المواقع الموجودة عندي باللست ترجمة نانسي قنقر 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 أو عنوين النودس اللي عندي وبقارن آآ 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 فابدي حكيلو آآ آآ النود تايب ليش نود تايب لأن النودس عندي من النوع عنو نوع نوع تايب فIGN sop Poynter عشان بيأشهر آآآ location راح عشان اندخله على الليست انا ما عندي قيام اي واحدة من هذولا ولكن دائما و ابدا لكن دائما و ابدا في عندي قيمة آآآ قيمة أول نود محفوظة عندي بالهد فبدأ حكيله list data يساوي list data هيك أنا بكون دخلت على النود ما بأخذ عنوان list data ولكن بأخذ العنوان المخزن عندي في list data فبصير أشير لي على أول نود تمام فبكل بساطة بدي أجي هالسا أشيك على كل نود عشان أعرف أنه item البعثته أوكي خلينا نحكي مثلا الvalue هنا سبعة الvalue هنا ثلاث وفي عندي item في عندي item الvalue اللي فيه تساوي خمسة بدي أشوف يعني مثلا كانت الليست عندي كثير كبيرة وما بعرف الـ items الموجودة عندي باللست فبدي أتأكد إنه الخمسة موجودة في أحد الـ objects الموجودة في أحد النود أو لا وما أتأكد وما أتأكد ويأخذ قيمة هذا فبدي أتأكد ويأخذ قيمة هذا لأنني ألف على كل نود أدري حال فلا طالما أنه الـ found تساوي false إنه إحنا بعدنا ما لقينا and الشغل الثاني رح تكسر الـ while اللي هي location لا يساوي null شو يعني location لا يساوي null يعني إنه إنه location هذي رح ضلها تلف تلف لما تأخذ قيمة اللي 3000 شو قيمة اللي 3000 زي ما حكينا آخر نود دائما قيمة الـ next فيها تساوي null فكل مرة أنا رح أحرك النود رح أحرك location عشان تأخذ الـ next رح أظل أحركها لما أوصل لآخر نود وهي null فالـ null هذي location لا تساوي null يعني إذا location ساوت null يعني إنه إحنا مرينا على كل النود وما لقينا الشغلة اللي بدنا إياها ولكن إذا ما مرينا على كل النود ولكن لقينا الشغلة اللي بدنا إياها فالـ found هذي رح تكسر لي الـ while ففير الطريقتين يا إنه نلاقي الشغلة اللي إحنا بنا إياها نعمل retain to equal باستعمال relation type رح أشوف كمان شوي يا إنه آآ رح نقول location آآ لا تساوي null تمام فداخل الـ while في عندي ثلاث حالات عشان أشيك ثلاث حالات يا بس تعمل الـ switch يا بس تعمل F بالنسبة إلي أنا بحب الـ switch أحسن من الـ F بهاي الحالة إنه في عندي ثلاث حالات بس بحكي له switch عشو بدي أشيك على الـ item مرها عيد على الـ compare to ولكن الـ compare to هي بتقارن بين القيمة موجودة في الـ item وبين القيمة أنا ببعثها في الـ compare to شو القيمة أنا ببعثها في الـ compare to الـ compare to زي ما أنتو شايفين هنا بتطلب أو بتطلب object من الـ item type كيف تحكي له object من الـ item type الـ object الآن واقف عليه حاليا كيف تحكي له الـ object الآن واقف عليه حاليا في عندي object موجود عندي في node type موجود عندي هنا object موجود عندي في node type موجود عندي بالـ info تمام كيف بدي أصل للـ info تحكي له location بدال يا سهم أوكي فهيكون arrow operator هيكون شغلتين يا سهم الـ info يا سهم الـ next أنا ما بدي الـ next بدي الـ info خاص بحكي له سهم الـ info بس هذه كل ما فيها قاعد بقارن في الـ item اللي أنا قاعد بدي إياه هنا بدأ أشيك عليه مع الـ item في المكان اللوكيشن اللي قاعد بأشر عليه section أو قسم الـ info قسم الـ info يحتوي على object من الـ item type فأنا قاعد بقارن item type مع item type موجود عندي بالـ info فبكل ببساطة قدرت أن أنا أقارن بيناتهم فعندي ثلاث حالات في حالة less أنه compare 2 ترجع لي less في حالة الـ اه compare 2 ترجع لي greater بما أنه هذه unsorted list في الـ sorted راح تختلف بما أنه هذه unsorted list راح أحكي له اه ما بقدر حكي له location plus plus لأنه location مش قاعد بتأشر على array قاعد بتأشر على linked list ففكل بساطة عشان أحركوا نود لقدام شوفي عندي نود قاعدة تحتوي على نود البعديها الـ next تحتوي على عنوان النود البعديها بحكي له قيمة اللوكيشن الجديدة عشان أحركوا لقدام تساوي location arrow operator next فبكل بساطة أنا حكيت له أنه يا location بطل الشر لي هنا صير الشر لي هنا بس هذه الفكرة تمام تمام وبدأ آآ بعدنا نبدأ حكي له break عشان ما يشيك لي على الأشياء الثانية بعدين في الكيس تابعة الـ equal في حال انه إحنا لقينا آآ الشغلة اللو بدنا إياها بدي أحكي له آآ فول لأ found equals true نحنا فعلا لقيناها و break وبالأخير بعمل رتين لقيمة found هل هناك أي سؤال عن رتريف ايتم؟ و أشعر صوتي علىك إذا لا أحكولي تولي اسم تولي اسم هل صوتي علىك أو لا؟ لا لا كويس كويس؟ تمام آآ شكرا هناك آآ آآ حسنا ما نرى ما نرى كاتب حسنا دعنا أخرص على رتريف ايتم هنا آآ حسنا رأيت الرسالة حسنا 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 دعنا نمشي في الإترايشن أول شيء سيكون نحنا بعثنا إيش ايتم خمسة اللوكيشن قيمته الساعة ألفين ما هو عكس الفولس؟ true فهذه هل اللوكيشن يساوي نال؟ لا يساوي نال؟ صحيح اللوكيشن لا يساوي نال إذن أدخل لي في الوائل 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 قاعد بتقارن لي الايتم هنا مع الايتم الموجودة هنا هل الخمسة أكبر من أو أقل من أو تساوي سبعة؟ الخمسة آآ أقل من سبعة فالكيس لس راح تكون نفس الكيس جريتر راح يعمل لي لوكيشن حرك لي إياها واحدة بعدين نروح بريك فهذه بتروح هذه بتصير ثلاث ألاف كيف صار الثلاث ألاف؟ و بتصير تأشير لي على هذه النوت ان شاء الله هذا خط جميل جدا آآ آآ تمام هل الخمسة أكبر من أو أقل من ثلاثة؟ خمسة أكبر من ثلاثة فبروح يزود لي لوكيشن مرة ثانية هاي الثلاث ألاف ما يحف Sand وатеه الثلاث ألاف ألاف نـل فالثلاث ألاف يبقى من لي وقيمة the found وتساوي false نحن لدينا الخمسة في الليست وهو صحيح طيب في حال انه مثلا انا قاعد بشيك على الثلاثة اول اشي رح يوخذ القيمة رح تكون الفين ثلاثة اقل من سبعة رح يمشي لي كمان واحدة الثلاثة تساوي ثلاثة رح يخلي الفاوند تساوي true break ايش عكس الترو فولس فما رح يدخل فرح يرجع لقيمة الفاوند true بكل بساطة هذه الفكرة تبعت الريتريب ايتم اوكي وين اللي عطتني يعني اوكي في رتزم جميل بس انه اوه انا اهم اش عندنا بدي احب ازوم انا اوكي اوكي في عندي الوان جميل جدا اوكي اوه ايش في عندي كمان الشغلة في عندي الانسرت ايتم انستاج اوه انا قاعد اصول اوه اوه عندي ال void انسرت انسرت مش عارف شو قاعد بكتبنا اوه الانسرت ايتم اوكي 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 شيخ حسنًا فبعد ما أتأكد من هذول الشغلتين بدي أعمل شغلة اسمها Backwards Insert هس هذ هي الانسرت اللي حكت عنها دكتورة حياة في آخر محاضر إلها الفكرة تبعتها إنه أوكي أنا في عندي List Data تحتوي على عنوان أوكي تحتوي على عنوان نقشر هنا ثاني خلي خلي أطول شوي تحتوي على عنوان لنود عندي بـ الري فهي مثلا خلي حكي هنا 300 جميل لما نيجي نعمل insert شو رح يصير؟ بدال ما يعمل insert لبعد لبعد آخر نود رح يعمل insert بيناتهم فكل نود جديدة رح تنضاف عندي رح تنضاف عندي بين List Data وبين آخر نود أنا ضفتها مرة ثانية كل نود جديدة رح أعمل لها insert رح تنضاف بعد ما تأكد إنه الليس مش فل وبعد ما تأكد إنه إنه الليس مش أردي موجود عندي رح تنضاف بيناتهم أوكي خلينا أكتب مرة ثانية أوكي فخلينا نحكي مثلا في عندي 2 نود أول إشي أنا دخلت نود 300 يجي دخلت مرة ثانية نود رح تكون مثلا العنوان تبعها 200 فرح أخلي الليس داتا تبطل تأشرلي على 300 ورح تصير تأشرلي على 200 رح أخلي رح أخلي 200 يتأشرلي على 300 فكل نود جديدة أنا بضيفها رح تكون بين الليس داتا وبين الثانية بضيف كمان نود بدي أحطها بين 200 وبين الليس داتا فهذه الفكرة ليش أنا ما خليت كل نود تنضاف تنحطها أنا بعد لأنه الأماكن عندي بالذاكرة عشوائية فلما تكون الأماكن عندي في الذاكرة عشوائية ما بقدر أحكيله في عندي لوكيشن بس قاعد بلاس 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 بس روح يمشي روح يمشي روح يمشي لا فعلشان أنا مثلا بقدر أسوي سالفة إنه أضيفها للأخير بس إذا بدأ أضيفها للأخير رح أضطر أسوي وائل لوب والوائل لوب رح تسوي 2 بوينترز رح أشيرو لي هنا بحظل يتحركوا مع بعض رح يوصل لآخر نود بعدين يضيفوها بدناش بدنا خلص بما أنه أنا قيمة الليست داتا عندي معروفة بما أنه أنا عندي النود الأولى دائما موجود قيمتها في الليست داتا بقدر أنا بكل بساطة أحط النود الجديدة بيناتهم ليش مش فارقة معاي لأنه هذه Unsorted List يعني أي القيمة اللي أنا بدي إياها أي object أنا بدي إياها القيمة الموجودة الانفو اللي عندي إياها بالobject تبع الأيتم مش فارقة معاي وين ما نحط في الليست لأنه الليست غير مرتبة فبكل بساطة بحكي بضيف الأيتم وين ما بدي ولكن إذا كانت مرتبة حسب مفتاح معين لازم أحطها في المكان المخصص له ولكن إحنا عنا هسا Unsorted فمش فارقة معنا وين نحط النود الجديدة تبعتنا فبكل بساطة وشو بحكيلو آآ ثاني شوي بدي أسوي طيب عشان أسوي نود جديدة وأحطه بيناتهم لازم أسوي النود الجديدة كيف بدأ أسوي النود الجديدة ببوينتر البوينتر هاذا خلني يسميه باختصار Temporary التمب هاذا رح يسويلي نود جديدة NewNodeType آآ التمب عند الإنفورميشن رح أحكيه يساوي الأيتم شو قصدي هنا إن أنا الأيتم الجديد بدأ أخزنه بالنود تابعتي فخليني أرسمها بعندي نود آآ عندي تمب هنا قاعد بأشرلي على مكان في الذاكرة خلني نقول آآ ألفين وواحد هذا رح يأخذ قيمته طبعا سكشن تبع الإنفور كان في عندي أوبجيكت اسمه آيتم من آيتم تايب اسمه آيتم يحتوي على قيمة معينة بس كل ما فيها نحن مسكنا الآيتم هذا وحطيناه هنا من واجبنا الآيتم هذا موجود عندي بالبراميتر 70 نحن مسكنا الآيتم فأضعه هنا بعدين اوكي ظل هذه ظل الـ نكست اوكي هسا بنا نشتغل في الـ نكست بدي أحكيله بما أنه أنا بدي أحطها النود الجديدة تابعتي بدي أخليها أول نود مرة ثاني النود الجديدة تابعتي بدي أخليها أنه أول نود وأنا زي ما أنا حكيت الليست داتا الـ دائماً يحتوي على قيمة أول نود فبدي أحكيله أنه الليست داتا تساوي قيمة التمب ألا وهي أول نود ولكن ها الليست داتا صار أشر لي على نفس النود تابعة اللي أشر عليها التمب وهذا كله ضاع طب كيف أحافظ عليه؟ بكل بساطة بدي أخلي النكست اللي هنا يأشئ لي على باقي اللست النقص اللي هنا أشرلي على باقي اللست بعدين أخلي اللستات أتأشرلي هنا فقبل ما أخلي اللستات بتأشرلي هنا إذا سويت أول إشي راح اللستات أتبطل تأشر على أول نود هنا وراح أضيع كل اللست فبدي أأشرلي على بدي أخلي النقص هنا أأشرلي على باقي اللست فبدي أحكي له temp سهم next يساوي قيمة اللست داتا شو يعني هذا الكلام يعني أنه temp هنا شو قيمة اللست داتا هنا 200 حط اللي 200 هنا المتين صارت تأشرلي 200 2001 صارت تأشرلي على المتين المتين بتأشر على 300 وهكذا هيك أحنا حفظنا اللست بما أنه بس في هاي الحالة صار في عندي list data بتأشر على 200 وتم بأشر على 200 فعلشان أخلص الinserting تبعت النود الجديدة تبعتي بدي أخلي list data هس سأتشرلي على النود الجديدة تبعتي ألا وهي رح تكون أول نود فمرة ثانية list data دائما يحتوي على أول نود على عنوان أول نود تمام بدي أحكي له list data يساوي قيمة temp ألا وهي قيمة أول نود عنوان أول نود جميل جدا ولكن إذا سويت هذا الحركة أول رح يضيع عندي باقي list فبدأ أخلي النود الجديدة تبعتي تحتفظ في قيمة أول نود وبذلك رح تحتفظ قيمة كل النودز البعديها وبعدين بدي أخلي اللزات تأشرلي على النود الجديدة ألا وهي رح تصير النود الأولى تبعتي وببساطة بحكي له length لأنه أصار في عندي نود جديدة فزودت عدد اللينكت في أي سؤال على الانسرت ايتم بالباكورد سهلة سهلة جدا رح نعملها بعدين في المين اوكي في انا رح نأخذ بريك خمس دقائق للعشرة اه ده اللي بده يروح يشرب معي ولا بده يروح الحمام ما سكو الله ولا اللي بده يا ولكن احنا رح نأخذ بريك خمس دقائق للي حابب اه يأخذ شوية تستراحة بعدين رح أكمل على العشرة عشان نكمل نكمل باقي الماثد ف رح نرجع على العشرة ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا شكرا بطاعة شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة المترجم اغدت اشكرها من الريستاتة صحة الخاص اوكي 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 الساعة عشرة فخلينا نكمل ايه ترى هيا ما زالنا مده ايضا اسمه 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 delete item ما الـ delete item سوف تفعله سوف تقوم بتصميم سوف تستلم ايدي اسميه اوك اول شيء من الناس انه اه الليست ليست فاضية فبدي احكيله انه is not empty اشاري تأكد انه الاسمش فاضي ثاني اشي ثاني خلينا ارجع اراجع النوت اوكي طيب ثاني اشي زي ما انا حكيت عندي بالinsert item اتكد انه الاسم موجود عندي اصلا عشان اعمل له insert فبدي احكيله ايش الف ثانية بلكن مرة اعمل not retrieve item هذ المرة انا بدي الاسم يكون موجود عندي already مش انه ما بدي اكون موجود عندي فبدي ابعت له ابعته بالfunction تمام هسا بدنا نسوي شغلتين ال delete شوية هيكون فيها لعب واتمنى انكم تركزوا معاي كويس لانه ال delete راح يكون عنده فكرة قوية اوكي شو راح نسوي هنا راح نسوي زي ما احنا سوينا من قبل راح نسوي location node type location راح نروحي لفلي على ال النود عشان نلاقيها كيف بنا ندخله في 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 اللست بنا نسويه في ال head النود لهو list data هضهو ولكن ولكن بدي 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 pointer بيأشر لي على ال النود اللي بدي اياها علشان اوكي مثلا انا في عندي list data هنا في عندي اخر الوبجكت اللي عندي هنا القيمة اللي فيه خلين نقوم سبعة والوبجكت اللي عندي هنا القيمة اللي فيه ثلاث ما بأرشو عليها سبعة ثلاث ولكن خلينا نكمل تمام والايتم تبعي اللي أنا بعثته عشان أحذف منه رح نقارن رح نعذف الفاليو اللي فيه تساوي ثلاث خلينا نسوي كمان نود خلينا نسوي كمان نود نقول أربمية طبعا هذول عناويا ليست تحقيقية ولكن ما أحضب عندي اوبجكت هنا يحتوي على قيمة اللي هي أربعة وهنا رح يكون في عندي هنا رح يكون في عندي لأنه هي آخر نود وهذه رح تمسح رح تصير ايش قيمة النود البعديها اللي هو هي أربعمية اوكي فالفاليو عندي هنا رح تصير سبعة لأنه أنا بدي حذف الفل في النص عشان أورجيكو شو رح يصير تمام فأول إشي بدنا يا بدنا لوكيشن 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 رح يأشير لي رح يأخذ قيمة رح يأخذ قيمة رح يأخذ قيمة الليست داتا فرح حصير أشير لي على أول نود هيك احنا دخلنا الليست رح حصير في عندي لوكيشن ثاني اسمه تنب التنب هذا اللي هو فعليا رح يعمل ديليت للنود طبعا لوكيشن والتنب من نوع نود تايب فأبدأ أقول هنا نود تايب سهم تم ولكن لا رح أعطي قيمة حاليا شو المشكلة عندي هان آه ما عرف مشكلة بس الجهاز مخرف ها وجد الجهاز مخرف ما عنا اوكي في عندي اللوكيشن في عندي تم في عند الاتم اللي بدي أحدفه هسا يمكن الناس يحكي ليش أنا أقد أدور وما إنه الريتريف آيتم هي بتلاقي لي خلي الريتريف آيتم تدور لي على الاندكس خاص خليها هي ترجع لي الاندكس صحيح نقدر خليها ترجع لي الاندكس ولكن هذا رح أغير كثير في الامبليمنتيشن تبع الأشياء فخلينا نمشي على الكود اللي كتبيته حياة ورايح رازنا تمام هسا في عندي حالتين يا إنه النود ركزوا معي شوي في عندي حالتين يا إنه النود تبعتي رح تكون أول نود وبكل بساطة مش لازم أني أدور عليها خلص رح تكون قيمتها في الليست داتا فبحكي له إف الاتم اللي بدي أياه قارن لي أياه في في النود اللي بتأشر عليه الليست داتا ساهم هذه الفكرة كل بساطة إذا هو يساوي إيكل إذا هو صحيح يساوي إيكل شو سويلي خلي تم يساوي اللوكيشن لا صح آه هو اللوكيشن بقدر أحكي له temp يساوي list data رح يساكون صحيح أو temp يساوي list data أو temp يساوي list data بإذنين ناتب أعمل دليت لأول نود بدي أعمل شغل اسمها ريراوت قبل ما أعمل دليت لهذا النود أحكي له قيمة next قيمة next عند الأول نود هي بتأشعب عند النود بعدها فبما أنه أنا بدي أحذف هذه بدي أخلي list data تأشير لي على هذه النود فشو عندي مكان حاجز لي قيمة هذه النود أو عنوان هذا النود موجود عندي هنا 300 فبكل بساطة بحكي له list data يساوي list data سهم link سهم next فبكل بساطة list data سهم next شو في عندي في الnext هنا 300 فبتروح هذه بتصير 300 إذا كانت القيمة هي الأولى ولكن السبعة لا تساوي الثلاثة فما رح يحذف لي إياها أول إشي تمام خلصنا من هذه من هذه الحالة ثاني شوي متأكد هنا لازم أحط وصح نحو أوك تمام إش هي الحالة الثاني إن هي تكون أي حدا من النودات اللي مش النود الأولى يعني أي نود بعد النود الأولى تكون القيمة تبعتي تمام في هذه الحالة لازم أنا أحرك اللوكيشن عشان أصير أقشر لي للنودة اللي بدي أحذفها تمام بدي أحرك اللوكيشن عشان وصني للنودة بدي أحركها كيف بدي أحرك اللوكيشن زي ما إحنا حركنا اللوكيشن هنا آآ آآ هذا آآ هذا قصدي حركنا اللوكيشن في المكان أنا نصيد بدي أحرك اللوكيشن هنا باستعمال وائل لوب شو بد أحكيه لو وائل الائتم اللي أنا بشيك عليه compare to الائتم اللي بيأشر عليه اللوكيشن عند الإنفو يعني المعلومات اللي في الائتم اللي أنا بعثتها في المعلومات اللي أنا بدور عليها لا تساوي equal كميلي لا تساوي equal بما انه انا مالكتا كميلي خلي اللوكيشن تحرك شو بحكيه لوكيشن ساهم ساهم لوكيشن ساهم نكست شكرا شكرا بس كان معظمًا هم ازروني شوي احس اسنوري كميشن tv تمام حسنا بعد ما أحرك الوكيشن أنا مش عجبيت إن أنا مش حاط أكواس فخلينا حط أكواس علشان نكون مستوعبين هذي شغلة لحالها حسنا فأحرك الوكيشن للمكان اللي أنا بدي أحذفه بدأ ما أحكي له Temp يساوي الوكيشن بعدين حركلي الوكيشن كمان مرة حسنا رح نشوف شو المشكلة في الكود تبعنا بس خلينا بس خلينا نكتبه غلط أولا بعدين نكتبه صح علشان أرجيك الفرق حسنا الفكرة هنا إنه تمام في عندي أنا نود عندي item type يحتوي على القيمة 7 عندي item type يحتوي على القيمة 7 القيمة 7 ما رح تكون في أول نود فالإف هادي رح يشفق عنها رح يروح اللي على الوائل قيمة اللوكيشن طيب اللوكيشن قام بأشير لي هنا على أول نود هاي 200 هل أوكي اللوكيشن آآ هل الأيتم تبعي compare to القيمة اللي بأشير عليه لوكيشن يساوي بعض لا فحرك لي تمام صار اللوكيشن يأشير لي هنا ثاني خلنا نجيب المساحة صار اللوكيشن كل بساطة يأشير لي هنا أنا أخد قيمة next شو صارت قيمة هنا صارت 300 تمام هل هادي تساوي هادي صحيح خلص وقفنا صارت اللوكيشن اشير لي هنا جميل حكت له التامب يساوي لوكيشن تامب يساوي لوكيشن صارت تامب 300 يأشير هنا وحرك لي اللوكيشن كمان واحدة تمام حرك لي اللوكيشن كمان واحدة رح بطل آشير علي هنا اتوطي لهذا القيمة 300 اخذ قيمة النقس تابع النود اللي كان بأشعر عليها صعر 400 صعر اشعر لي هنا بطلعنا من الالس اعمل delete للتمب اوكي اعملنا delete للتمب اه اعملنا delete للقيمة بتعطيها تمب تمام هذي ضاعت صح اللوكيشن بأشعر عليها هذي ضاعت لعاد الكود عندنا ماكس شو بنسوي في هذي الحالة شو بنسوي طبعا لازم نقول له minus minus length شو بنسوي في هذي الحالة لوكيشن يساوي سهم next كيف اوكي انا في عندي في عندي طريقتين على ما اعتقد او في عندي انا قابل افكر في طريقة خاصة فيني بس في طريقة كمان المكتوبة عندي في الشيت شو الفكرة هنا انو النود هذي بعدها ما ضاعت فبكل بساطة بقدر احكيلو list سهم next يساوي قيمة اللوكيشن وهيك بكون ربطت البعديها ولكن مثلا لو كان عندي انا ما بعرف اي نود وقف عليها اللوكيشن تمام انا ما بعرف اي نود وقف عندها اللوكيشن فاللوكيشن مثلا بظل يتحرك لنود رقم 400 بظل يحكيلو list data سهم next سهم next سهم next سهم next ليه ما اوصل لنود 400 بعدين ارجع اشبكها لا ما بمفعل فالكود عندي هيك غلط انو انا عملت delete للتم فراحت عندي النود اللي كانت ماسكي باقي الليست فخربت عندي الليست شو الحل خلينا نفكر في حل معين خلينا نرجح حالا لهذه الخطوة بقدر اني احكيلو ما تشيكلي على الانفو مباشرة شيكلي على الانفو تبعة النود اللي بعد وبذلك راح نحكيلو location سهم next ساوي location سهم next بعدين location سهم next راح عشر هذا كلام كله ساوي location سهم next حسا شو اللي استفدتو انا هسا خلينا نتبع بدنا نرجع لوين لمكان اللوكيشن بأشيره على اول نود تمام اوكي خلينا نتبع حاليا شو بحكيلك لطالما انه location النود اللي بأشير عليها اللي بعديها انفو النود اللي بأشير على كيف 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 اوكي location سهم next لعاد هذه النود الانفو اللي فيها هاي location سهم next سهم info location سهم next سهم info نتبع في الرسمة هذه هي النود اللي بحكي عنها بحكي لك عند الانفو لا تساوي equal حرك لي location location لا مش حرك لي location اوكيشن بأشير حرك لي next خلينا نجرب خلينا نجرب تمام هل السب اوكي هل فحنا حاليا وكفين عند هذه النود احنا قاديم منقارن في هذه النود next قاديم منقارن في هذه النود هل السبعة تساوي السبعة صحيح فما رح نحرك اوكي بس عشان الفكرة تبعت الكود خلينا خلي الشغل اللي بدنا نحذفها قيمتها اربعة هذه النود اوكي هل الاربعة تساوي السبعة لا فحرك لي location فاللوكيشن سهم next يساوي location سهم next next طيب خطوة خطوة بلاش بلاش ناصب بعض خطوة خطوة location سهم next يساوي location سهم next next وينو location سهم next هايو العشور رح تغير قيمته هذا فاللوكيشن سهم next يساوي قيمة لوكيشن سهم next next يعني ويني لوكيشن سهم next next لوكيشن سهم next سهم next هايها اوكي رح تصير هذا القيمة اربعمية رح يوخذ قيمة النكس بعدها رح يوخذ قيمة هذا اربعمية رح يبطل النكس تبع اول نود يقشر لي على النود هاي الشغرب تخربط كثير ولكن هذا الكود رح تطيحها يا بكرا رح صير في عندي نودين بيأشروا على نفس القيمة تمام باقدر حكي له temp يساوي location لا لسه بعد ما بدي ما بدي location بدي احكي له temp يساوي location سهم next صحيح ماذا هو location سهم next ماذا هو location سهم next سهم next 400 صحيح اوكي صار في عندنا غلط صار في عندنا غلط صار في عندنا غلط صار في عندنا غلط اوكي صار في عندنا غلط حركنا اوكي قلنا له next يساوي هانا فاحنا مباشرة عملنا ريرات المفروض انه قبل ما اسوي زي هيك انه القيمة هذه اني احفظها في مكان location location next يساوي اوكي في مشكلة عندي قتيبة راح للأسف اوكي فيصل اذا انت موجود يعني اوكي انا ماشي على الكود انا موجود هناك القيمة انا ماشي على الكود نعم او كيبان throughout او دليت تفكير او كيبان الديم او دليت تفكير نعم انني جديد وركично نقوم بتفتيار مناسبة الوصف نقوم بتفتيار طبق por favor ما يتحدث عندي في desses؟ نتقوم بتتبيار منتظوية monsters نقوم بتفتيارomm هتباطل هاي تشير لي هانا هتصير تشير لي هانا اوكي بعدين بعدين بدي احكي له temp يساوي location شو قيمة location صارت بدل 200 صارت 300 فقيمة temp رح تأخذ قيمة location تساهم next location what location ساهم next 400 no wait a second location يساوي location ساهم next اوكي 300 اه صح انا بدي اعمل delete 400 صحيح 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 ابدأ اعمل delete لالاربعة صح ابدأ اعمل delete لالاربعة فهذه رح تأخذ قيمة الاربعمية بعدين بدي احرك location كمان واحدة فرح تحذفلي هذي صحيح فراح تنحذف بدأ اعمل delete وطل لالك طب مثلا او شو اوكي طب مثلا انا بدي اعمل delete مش لهذا بدأ اعمل delete لهاي اوكي خلينا نجرب مسح لي هذي القيمة اللي انا بدي اعملها delete 7 وخلينا نرجع من الاول في عندي location رح يأخذ قيمة اللي ازداتة يعني location رح اشير لي على اول نود تمام location قعب اشيره على اول نود هاي 200 اه location next info لا يساوي equal location next info لا يساوي equal غلط location next info يساوي equal location next info هاي السبعة تساوي السبعة فما رح نحرك location بالمرة بعدها مدحكيلو temp يساوي قيمة location سهم next قيمة location سهم next هايها 300 فصارت هذي 300 اه 300 تمام location سهم next يساوي location سهم next 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 هذي رح نعمل شغلة ال reroute next هذي تساوي next next شو قيمة next next 400 فهذي رح تروح رح تصير 400 رح تصير تبطل تأشير لي هانا رح تصير تأشير لي هانا وصير التمب يأشير لي هانا فرح يمسح اللينك هاذا ورح نعمل delete للتمب فالتمب هاذ رح تعمل delete لهذه كلها وزي ما لاحظنا الميتين اوري قابة أشير على الأرمية اوكي شوية فيها عجقة ولكن في التسجيل لو بتقدر انكم تعيدوا لأنا حكيتوا رح توضح الفكرة كثير ولكن لازم ترسموا لا انا مصح كثير في الرسم لازم لازم ترسموا وتبعوا واحدة واحدة ولكن اوكي هسا في اي حدا عنده اي سؤال عن اي حدا عند الاصف الفكرة اي سؤال عن الاصف الفكرة اذا ما فيه ممتاز نعم حسنا سأذهب بسرعة لأنه ليس كثيراً جداً سأذهب بسرعة سأجد لديه مك مكتب فقط سأكتب مك مكتب حسنا فايد مكتب 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 حسنا بكل بساطة مكتب ماذا ستفعلني؟ هناك إزعاج في الخلفية لكن هناك إزعاج مكتب ماذا ستفعل؟ حسنا مكتب كل ما فيها سأفعل سأمر لي مكتب مكتب سأقوم بتقيمة مكتب 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 أه تحكيله temp يساوي list data أنا أعرد حكيكله temp يساوي اه أنا كل مرة هاعدي لازم أعمل له update للقيمة فلست data مهم جداً عندنا وبهذا ما تحكيله list data يساوي list data سهم next ماذا يعني الستاتة سهم نكس ان انت خلص حرق لي اياها للبعدين بعدين اعمل لي ديليت تيمب اوكي ثاني خلين احفظ هذه السرية و ارجع افتح البجو الستوديو لانه هو قاعد بخرف حاريا اوكي تمام نفرض هو يكون زي هيك اوكي جميل شو رح يصير عندي هنا خليني نرسل مع السريع اوه اول اشي رح يمر لي على اول نود التمب رح يمر لي على اول نود خليكم ان هذا كله aTemb رح يمر لي على اول نود بعدين نحكي له list data يساوي list data سهم next فرح يصير ايش ياخد قيمة next هذي رح يصير اشتريه على النود البعدين بعدين التمب رح يعمل دليت لهذه بعدين نرجع ايش هل اللست داتة هذي تغيرها ثلاثة ثلاثة مية اوكي هل الليستاتا يساوي نول لا لسا في عندي نوز بتشير عليها فالهيك انا بعمل ابديت لقيمة التمب مرة ثانية بحكي له التمب يساوي لس داتا اا يعني اشيلي عالنود الجديد قاعد بتاشع عليها فهرح يمر نود نود ويعملهم دليت لين ما الليستاتا قاعد بوصل بوصل لاخر نيكست واخر نيكست واخر نيكست دائما رح يكون قيمتها نول فا اا ح رح يمسح راح يوقف اوه الوي اللي هدي عندها ثمام ما ظل اشي عنا اشي كثير بس انه بدنا نمر على كل اشي تبقت نه اه بالاخير صحي بالاخير بحكيرو اللنيكس يساوي صفر ان AMA قمناه دليت لكل تمام فييداي ا Beauhead list type reset list كل ما فيها انه هي بتعطي قيمة ابتدائية لا الا للcurrent position بحكي له current position يساوي خلننقول نبلش من سالة بواحد احسن ولا لا اه هي pointer صحيح نعطيه null ويت ايش القيمة رحة ايش القيمة رح تعطيه current position اه نل انه نعطيه قيمة بعدين ندخل باخر iterator اللي هو void void unsorted type get next item get next item رح تستلم item type ب الرفرنس اسمه item تمام شو رح يسويه لي هنا كل بساطة get next item اول اشي بدي اتأكد انه الفنكشن مش فاضيه ايه قصدي الليست مش فاضيه علشان كيف ادي اروح امر على الاتمز والان واللست عندي فاضيه فخلينا نتأكد اول شي انه الليست مش فاضيه ثاني اشي بدي احكيله if current position يساوي null اذا current position يساوي null خلي current position يساوي قيمة list data يعني انه بعدنا احنا current position ما خلينا يمر على اي نود ففي الحالة الاولى دائما وابدا current position رح يكون null فعشان نعطيه قيمة بنا ندخله على اول نود كيف ان ندخل اي pointer على اول نود لازم نعطيه قيمة list طيب else إلس لأحب آسفчики استخدام لكي quises أزال أغالct سأل movest steps ن Unterschied موما شرك طبي هل ستذكر ما هي قيمة وهذه crp هو فهو موجود عندي بالانسورتد لست هاي موجود عندي هنا فهو كل الفونكشنز بتقدر تشوفه كل الفونكشنز تقدر تشوفه فالقيمة تابعته رح تكون ثابتة بالنسبة لأوبجيكت واحد رح تكون معروفة فبتحكينه مباشرة كارنت بوزيشن سهم نيكست تمام وبالاخير بكل بساطة انه انا بديحكيله الايتم اللي انا بعثته بالرفرنس رح يساوي كيمة الكارنت بوزيشن النود اللي بأشر عليها كارنت بوزيشن طبعا عند الانفو ليش عند الانفو لانه الانفو من نوع ايتم تايب والايتم نحنا بعثناه كمان من نوع ايتم تايب اللي بالمين رح انزخ ونزخ عشان ارجي عشان انا نشاني اطول عليكم كثير انه قردي خلص وقت الحصة فهي المين تبعنا بكل بساطة شو بسوي عندي for loop بتحط اللي قيم باستعمال ايتم 1 وايتم 2 for loop بتحط اللي قيم في عندي object من unsorted type جميع زي ما انتوا رحظت احنا ما اسوينا object من node type لانه object من node type اللي هو list data already موجود عندي بالunsorted type فسويت two objects من ال item type واحد رح استعمله عشان ادخل معلومات واحدفهم واحد رح استعمله علشان اطبع المعلومات اوكي ثاني شوي تمام فانتجر number فباستعمال ال initialize و ال insert item رح ادخل اه node node باستعمل ادخل ال get length لان احكي له the number of items بعدين بدعمل print للأيتم قبل ما انا اسوي for loop تطبع لي ال get next item بس استدعي لي get next item اول اش بديعمل reset ليش ليش بديعمل reset list لانه ال reset list رح يرجع لي ال caret position للأول علشان اقدر ااخذ قيمة قيمة تمام فشو سوينا هسا في في ال for loop هذي حكيت له i تسوي احد i اقل من او يسوي طول طول الليست تابعتي ليش طول الليست تابعتي لانه انا ما بديت عدى عن الليست تابعي اي بلاس 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 لحكيله list.get next item بعتلها ال item 2 اول اشي رح ياخذ لي قيمة هاي ال item 2 اول اشي رح ياخذ ال object الموجود في اول نود بعدين caret position رح يخليه ياخذ هاي ال caret position رح نزيد ال current position واحد بعدين خليه يلف على نود ثاني ياخذ القيمة اللي فيها بعدين وهكذا وهكذا ف يضل ياخذ ال item اله فيه فالi item 2 رح يخزيني ال info ل Pokemon الموجودة في اول نود نطبع ال info الموجودة في اول نود نطبع ال end 그 قيمة الموجودة في 22-з捕 дел وعند ال next item من اسمها رح يعطينا ال item البعدي ال item 2 رح ياخذ لي قيمة ال info الموجودة في ثاني نود رح يطبع لي القيمة الموجودة في ثاني نود بعدين راح يلف مرة ثاني ليما يخلص اللينكت تبع ليما يخلص اللينكت تبع الليست وهيك بتكون كسرة الفورلوف ومفروض هو طبع لكل إشي ثاني خلنا نقل الاندلاين هنا وخلينا نشغل بالأخير طيب إيش القيم أنا مثلا بدأدخل ثلاثين عشرين بدأدخل ثلاثين مرة ثاني بعدين خمسين أول شيء صار معي صار معي قال لي the number of items 3 أنا دخلت أربع ولكن هو لاحظ أن أنا أردي دخلت ثلاثين لاحظ أن أنا أردي دخل ثلاثين فما دخلت ثلاثين الثاني فقال لي the number of items is 3 printless items طبع للخمسين بعدين خلال item 2 يأخذ لقيمة العشرين بعدين خلال item 2 يأخذ لقيمة الثلاثين وطبع لي إياهم كلهم بهذا الترتيب تمام فلاحظتوا الشغلة أنا الخمسين دخلتها آخر إشي يعطيك العمي في أي سؤال يعني linkedless أنا شايفة أسهل بكثير من الري يعني صحيح بوينترز كثير وعاجق يعني بشوف هذه الرسمة بنعاجق يعني حاب بخاف مباشرة بس لا إن شاء الله الفكرة تبعتها بسيطة جدا هي نفس الفونكشن ولكن حولت على شكل بوينترز بدل شكل الرئي نفس الفونكشن بالضبط يعطيك العافة الله يعافيكي ميس في أي سؤال الحابب يطلع يطلع الحابب يظل يظل التسجيل هذا رح يرفع مباشرة بعد الحصة هذه على قناتي وقناتي رح حضر رابط فعل إعلانات وتنبيهات بحب يطلع يطلع وشكرا ترجمة نانسي قنقر